السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معنا في شوات جيدة في شوات ام شمس كانت منها دائما تكونوا في احسن الاحوال و تمام الصحة والعافية اليوم بإذن الله اقترح لكم نحضروا مع بعض ميني بسطلات طريقة جيدة مبساطة والحشوة اقتصادية ومضاقهم الجيد بزاف كانت منها دائما الفيديو ينا الاستحساس لكم واعجبكم ولاعجبكم كذلك فما تنسوش تبرتجوه مع الاصدقاء والعائلة وكذلك في مواقعكم التواصلية اما اذا كنتوا اول مرة تزوروا القناة وتكتشفوها مرحبا بكم دائما بالاشتراك وتفعيل جرس باش تصلوا دائما بجديد القناة ولما نطول عليكم شو نشوفوا طريقة تحضير الميني بسطلات دينات اليوم فهنا اول حاجة غنعملو هي الحشوة هناخدو المقيلة ديالتنا نعملو فيها زيت الزيتون وكذلك زيت نباتي وغدي نقلو فيها العناصر فهناخديت شامبينيون او الفطر الاسود اغسلتو مزيان بما بارد من بعد عملتو في الماسخون جدا حتى تنفخ عاد صفيتو وقطعتو طريفات هكا صغيرين هنشحروا شوية مع الشعرية الصينية اللي اه كذلك عملتها في الماسخون وقطعتها هنشحرهم شوية هكا فادو كالزيو تبجوش وغادي نضيف شوية ديال الربيع مقطع وغادي نضيف الملحة وكذلك التوابل هنا بالنسبة للتوابل فغادي نعمل شوية ديال الخرقوم او الكوركم وكذلك غادي نعمل شوية ديال سكنجبير او للزنجبيل وشوية ديال لبزار هنا بالنسبة للتوابل فكي يبقوا على حساب الضوء انا فقط انا كتافي بهادو انا غادي نضيف شوية ديال اللي بزارعين القليل فقط وغادي نحرك مزيان هاد الخليط هادا جيدا حال هاد الشكل وفي الاخير من غايت شحره شوية غادي نضيف القليل من صلصة السوجة فهي اختيارية ولكن قتعطي ماذا قزوين هاد الحشوة هادي وبالنسبة لإضافة الحشوة هادي صلصة السوجة بالنسبة لإضافة الحشوة فانا موجدها من قبل فهي الحشوة اللي كنت عملت معاكم من قبل ديال اللي كفتة مع الفلافل والزيتون مهم جميع التفاصيل غادي نحط لكم الرابط ديالها تحت الفيديو في صندوق الوصف هنا غادي نضيف هذه الكفيتة اللي مشحرة مع الفلافل والعناصر اللولانية وغادي نحط لكم كما قلت لكم الوصفة ديتها او للفيديو تحت الفيديو في صندوق الوصف وغادي نحرك هنا لكل جيدا حتى كينسجموا عندي العناصر هنا كما كتشوفوا معايا فهي حشوة اللي اقتصادية وسهلة وكتخرج كيمية وفيرة هنا من بعد ما تشحروا معايا هاد العناصر غادي نخليها هكا يعني عن طفع لها وهدي نخليها شوية اه حتى تبرد يعني باش لا ضفنا فيها الفروماج اه فما كيدوبش يعني كنضيفوا الفروماج والحشوة كتكون باردة باش كيبقى معانا شد فراسو اضفت تقريبا واحد خمسين جرام ديال الفروماج محكوك احمر وغادي نحرك لكل مزيان وغادي نخليهم على جنب ونوجدو كذلك باش كندهنو البسيطالات ديالنا فدائما كيما تعودوا معايا كان ناخدو زيت نباتي كان عملو معا شوية ديال البابريكا او التحميرا فنفس طريقة اللي كان عمل في جميع البساطل يعني الملحة كان عمل كذلك كيما كتلكم شوية ديال التحميرا كان عمل شوية ديال توم بودرة وكذلك شوية ديال بصل بودرة وكذلك شوية ديال بصل بودرة كي يعطي بالنيل ديدة بزف وغادي نضيف شوية ديال الهريسة على هات الشكل وكان نحرك لكل هاد لاما غيناد هادي وهي اللي كان بدأو يعني كان جمعو بها البساطل كتعطي للداء ولون جميل البساطل مباشرة هنمشي ونعمروا البساطلات ديالنا اللي كيما شفتو الحشوة ديالتنا بعد ما خليناها على جنب كيما اشتو معي خلطناها كذلك الورقات البساطلات اللي عملنا في البيت اللي كديو والا ارواع هنحط لكم رابط ديالها تحت لفيديو اولا ما غينات ديالنا باش كندهنو البساطلات اللي كيعطيو ماداق ولون رائع فهنك هنناخد هنعطيكم يعني شحلم طريقة باش يعني اللفو او لنجمعو هاد البساطلات انها تكون شفافة بزافة من الضروري نعملو زوج كندهنو الورقات اللي اولا وكنحطو فوق منها الورقات التانية وكندهنوها كذلك عاد كنوضاع الحشوة على هات الشكل وكنبدأ نلف هاد او لنطوي هاد البساطلات ديالنا هنتوما طريقة جت بسيطة يعني بدون ما تنسو تعملو حتى شي اه اه ايناء يعني لك انتو اول مرة غاتعملو بساطلات ممكن تعملو زليفة يعني باش تحطو على نفس اه لنفس الحجم ديال البساطلات يعني كناخد اصلا هاد الورقات اللي عبدنا فهي صغيرة يعني هاد تحكمو فيها مزيان كنناخد الورقة كندهنوها به ديكلا مغينات كذلك كنعملو فوق منها ورقة واحد اخرى وكما اشتو معايا فدائما الجهة الحرشة هي اللي كتكون بداخل وكنعمل الحشوة وكنبدأ نطوي كنبدأ هكا نطوي كنجمع دوك الجوانب بهات الطريق فهديك لمغينات كتعطي واحد اللون زمين بزاف لها الورقات البسطيلة وكي طيبو يعني كيجوا محمرين بلا ما كانعملو لا بيض لا حتي شي حاجة حتى الطحين ما كانعملوش طريقة الطيب اللي غتشوفو معايا فيها كتعطيها يعني واحد تحميرة جميلة كيشتوها معايا في الاول وكذلك هتشوفوها معايا في اخر الفيديو كما اشتو معايا نعمل ورقة لبسطيلة كنعمل لمغينات وكذلك ورقة ثانية حلات الشكل وكنعمل الحشوة وكنبدأ نطوي كنتمنى يكون طريقة يعني باينة هانتوما كتبدو طوي والجواني باش كتعطيكم دائرة حالها هكا اللي بنت لكم ورقة البسطيلة يعني في الاخر كينة كتيرة من التحت ممكن تقطعوها ماشي مشكل فانا يعني جاتني هي هاديك كما قلت لكم هاد البسط لات الصغار من الاحساس هتكون ورقة صغيرة كانت تحكموا فيها كتر وما كانت شيط يعني ما كانت تعدبوش معاها كان بدون طويب هات الشكل طريقة راجيت تبسيطة وساهلة وكما قلت لكم ممكن كذلك تستعملوا اناء دائري او لا مربع يعني لا بغيتهم يكونوا مربعين حتى كنكمل يعني الكيمية كاملة دي البسطيلات دينا بحال هات الشكل فبحال هات الشكل كذلك ممكن تحضروا بها لينين فهي ورقة يعني رائعة وناجحة بزاف بزاف وكذلك غتشوفوا معايا الطريقة التانية اللي لف هاد البسطيلات يعني هنا عملنا ورقة وحدة وكان ناخدوا البسطيلات وكان ناخدوا البسطيلات وانقلبوها يعني كن نقوم نلفينا البسطيلات بورقة حده وكان اعودو نجيب هذه البسطيلات بعد منا نفوها وكان ناخدوا وريقة دينا البسطيلة حال هات الشكل وكان نضعونها بعد لامرينات في حالك وكنجيبو ديك البسطيلة وكنقلبوها يعني التحت ديالها كيولي هو الوجه وكنبدو اللي في فعلها ورقة البسطيلة على هكا يعني الطريقة الليولة كانعملو جوج ورقة البسطيلة في نفس الوقت وهذا الطريقة كانعملو ورقة وكنجمعوها وكنعودو نقلبوها ونجمعوه بحالة الطريقة كما عتشوفو معيه كان ناخد ورقة البسطيلة كان دهنا دائما وكنجيب البسطيلة ديالي كانقلبها يعني الوجه ديال هاتي ولي هو التحت وكنبدو نجمع لها الجوانب ديال الورقة البسطيلة عندهم طريقة بسيطة بزاف وكتجي يعني كذلك كتجي رائعيني اللي ارتحتوا فيها عملوها انا حاولت هنا نعملكم اجوج طرق باش يعني هاتي لف البسطيلة الصغار كما تلبتو مني فكنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو هادا يعجبكم وكان بقى مستامرة في حال هاتي شكل فسمحوا لي على التأخير على الفيديو فهدي الورقة ديالتنا اللي عملت معاكم كما شيتو يعني ولا ارواع كديش فافة ورائعة ومقر مشها يعني ولا ارواع كتجي غزالة بزاف كنتمنى ان شاء الله انكم يعني تجربوها دائما كان دهنو بها ديكلا ما غينات كتعطينا بسيطلة تغزالين انتوما لها هاتي شكل هاكا فهادي ننسيت ما قلبتهاش فهاد شكل هاكا يعني كان دهن دائما ورقة البسطيلة وكان حط البسيطلة ديالتي اللي عملت بها يعني جمعتها غيب ورقة واحدة وكتكون هديه الورقة التانية طريقة اللي بسيطة بزاف وحتى يعني طريقة الطهي ديالهم هدي تعجبكم ان شاء الله لانها هي الطريقة الصحيحة باش كنطيبو البسطلاتي اللي كنتو شفتو معايا في البسطيلة ديال الحوت يعني كتعطينا بسطيلة مقر مشاو محمرة بدون بيضة انتو ما غتشوفوها معايا هاكا حتى كنكمل اللي يعني للكميا كاملة ديال بسطيلة ديالونا ومن بعد ديال المارينات اللي الزيت اللي شاطلينا كندهنو بها الوجه ديال بسطيلة بحال هاد الشكل كندهنوهم كاملين مزيان كما اشتو معي لكتعطيها لون ممكن كذلك تزيدو على شوية ديال كيتشوب بلا بغيتو او لسلصة الباربيكيو فقاعد شيره ممكن زيدو فاد لمارينات وكان دهن مزيان هاد الوجه ديال بسطيلة فران ديالنا راس خلناه من قبل هادي ندخلو العافية مهيلة هاد البسطيلة ديالو نحت كينشفو غي كيبالو لنا نشفو وغادي نخرجهم يعني كيبالو لبسطيلة ديالتنا وقفات وجدات فرصة بيدون ما كتتحمر كيكتنشف كنخرجهم من الفران كما غتشوفو معايا دابا على هاد الشكل يعني كينشفو هنانا دخلتها دوك لانم وغادي نقلبوهم يعني كنقلبوهم في نفس صافيحات الفرن لي طابوا فيها يعني نشفو فيها فهاكا فاللون هم هنا بقي مطابوش يعني مزيان يلا بدوتي نشفو كنقلبوها وكندخلوها عاو تاني مرة اخرى للفرن وهاد المرة فكان يعني كنحضيوها مزيان لانها يعني لالوجه ديالها فكان خليو هادة بتتحمر وكتنشف يعني فحافيام هيلة حتى كتتاخد داك اللون الدهب على هاد الشكل كين مشتو معايا لون ولا اروع يعني في الوجه ديالها وكتكون مقرم شو هائلة صافيحات الفران على هاد الشكل فهنا يلا بغضو تحتفظو بهم ممكن يعني تخليهم على ديك نصف طيق طيبة اللي نشفناهم كدخلوهم حتى كي بردو كدخلوهم اللي مجمد وهنا نقدمهم لكم هاد الشكل هكا مع هاد الوريذات ديال الفروماج صاندويتش على هاد الشكل ونقيطات من الكيتشوب كيجي ولا اروع مع شوية المعدنوس كيجي يعني الشكل ديالهم رائع وحلوين يعني صغير وورين وزوينين وكذلك يعني حشوة الاقتصادية يعني آآ سهلة وبسيطة ودائما الى عجبتكم طريقة هاد البسطيلات هادو فكنتنا دائما تعليق ديالكم وكنشكركم دائما على دعمكم للقناة فشكرا لكم جزيلا وهانتوما هنا البسطيلات ديالنا فتحناهم كيجيوا مقرمشين ديكوريقة البسطيلة كيجي واحدة مقرمشات واحدة هانتوما ولا اروع كذلك اللي نام ديالنا كيجيوا مقرمشين يعني هاد الورقات البسطيلة فهي رائعة يعني ممكن تحضروها فقط يعني حتى نوجدو الحشو ونوجدوه وكلشي عاد نحضرو ورقة البسطيلة ديالتنا لانها بحالها بحال الورقة اللي كان ناخدوه من علاب الرأي يعني كتايي كتبغي مباشرة اننا نستعملوها ولنا نمديلنا كذلك كيجيوا مقرمشين وحشوة اللي جميلة بزاف فما بقاليا دفا اللي نقول لكم الى وصفة مقبلة بإذن الله كانت معكم ام شامس وإلى اللقاء